السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم لجزء رقم 11 من الفصل الثامن هنتكلم عن السيمبل هيت تريتمنت أو المعالجات الحرارية البسيطة تعالوا نعرف يعني ايه معالجة حرارية بشكل عام معالجة حرارية هي عملية تسكين وتبريد بغرض تحسين الخواص الميكانيكية سواء كاللي الصلبة أو لأي نوع من أنواع المواد المعدنية تعالوا نشوف السيمبل هيت تريتمنت هي عبارة عن ايه أول شي عندي حاجة اسمها بروسيس أنيني يعني أنا بعملها ليه عشان أعمل بمعنى هي عبارة عن يعني ايه الكلام عندما نشكل الصلبة على البارد أي عند درجات حرارة منخفضة بالنسبة لدرجة انسهاره فأنه تتولد لديه إنترنال استرسز أو إجهادات داخلية هذه الإجهادات الداخلية قد تؤدي إلى شروخ أو قد تؤدي إلى كروجا يحدث في هذه الماتيريك وبالتالي عندما نعمل بروسيس أنينيك فأنها تزيل هذه الإجهادات أو جزء منها وبالتالي يسلم الماتيريك النوع الثاني أنينيك أندو نورمالايزنج أنينيك في الحقيقة هي عبارة عن ايه يعني إيه كلام ده؟ في الحقيقة الأنينيك دي عملية معالجة حرارية أنا بعملها عشان أحول أو عشان أحصل على صوفت فيز وبالتالي بتديني كورسيبرلايت لأن طالما كورسيبرلايت يبقى الخاصة لماكنكية بتاعته إليه إليه يبقى هو صوفت عن طريق إيه؟ عن طريق أن أنا أسخن لدرجة الأستنايت رينج وبعد كده أعمل تبريد بطيء جدا يعني تبريد في الفور وتستخدم هذه العملية عندما أريد تشكيل نوع معي من أنواع الصلبة قد يكون هارد وبمعالجته حراريا بعملية الانينيك يتحول إلى صوفت فأتبكى من تشكيله ثم بعد ذلك أكون بعملية تسليده مرة أخرى النورمالايزنج نورمالايزنج في الحقيقة هي أسيمبل هي تريتمنت اي أن عملية التسخين أو عملية هي السيمبل هي تريتمنت اللي اسمها المرمالايزنج أنا بسخل للأستنايت رينج وبعضين أعمل تبريد سريع في الهواء أو أعمل تبريد هوا فأحصل على وبالتالي تبقى المكانيكال السرينسة عالية ودي أبارة عن مايكرو سركشور مايكرو كونستنت دي سعب نسميها في الحقيقة سعب نسميها في الحقيقة مايكرو سيكون داخل ماتريكس من الفرايد طيب عندي ماتريكس وعندي بارتكالز يبقى عندي كومبسيت ماتيريا طبعاً دي بتدي اكسلنت ماشينينج كاركترستيك في الهاي كاربون ستيل ليه؟ لأن الهاي كاربون ستيل في الحقيقة بعملية تشكيلها صعبة لكن لما بعمل لها اسفرادايزنج أو عملية تكوير داخل الماتريكس فأنها تحسن من الخواص الميكانيكية لهذه المادة وبالتالي تحسن من المشينابيلتي طيب المنظر اللي قدامنا ده في الحقيقة كان بيوضح الحاجات اللي احنا شرحناها من شوية ادي الانينينج لو احنا ملاحظين الانينينج سواء كان الانينينج أو نورمالايزنج وبصة لقى ان انا بعمل ايه؟ بسخل الاستنايت رينج وبعد كده اعمل كوينشنج لو كان الانينينج عادي يبقى بعمل فرنس كولنج يعني اواخت وقت طويل لهو لانه كان تبريد بطي اما النورمالايزنج انا بسخل لغاية الاستنايت رينج وبعدنا برد بسرعة فاخد وقته الليل عشان نحصل على فاينبير لايك اما البروسيس انينينج عند درجة حرارة منقفضة من 80 ل 170 زي ما احنا شايفين وباورده بالتالي بعمل عملية تبريد لان الغرض من هذه العملية هي ازالة لجادات الداخلية اما النورمالايزنج والانينينج والاسترادايزنج بسخل درجة حرارة منقفضة وافضل وقت طويل وبعد كده حتى تتم عملية التكوير وبعد كده اعمل عملية تبريد